بالمناسبة رحلة الاهلي إلى المملكة العربية السعودية هكون رحلة طيران مباشرة من مطار القاهرة حتى مطار الطائف مش هتنزل جده مش هتنزل الرياض ولا هتعمل ترانزيت لا الرحلة مباشرة عشان جده الاهلي استقل رحلة خاصة فكرة بقى التنسيق مع الاتحاد الافريقي في الأمور المالية انت مسافر بأكتر من حوالي 25 فرد تبقى لإجراءات الكافة هو عايز بس يتحمل 25 فرد فطبعا فكرة 25 فرد في مباراة سوبر زي دي ده عدد أولاي جدا فظل كمان يعني برضو بالحاجات الغريبة في الاتحاد الافريقي يقول لك ايه الرحلة دي الاتحاد الافريقي يتحمل نفقات 25 فرد تذاكر طيران إقامة تنقلات كل حاجة طب هما الـ 25 يبقوا مين مثلا قالك 18 لعب و7 أفراد الجهاز الفني والإداري ورئيس البعثة طب أنا كجهاز فني عايز مثلا أخذ لعبها زيادة لا على حسابك عايز مثلا يكون فيه عدد من أفراد الجهاز الطبي والإداري طبقا للطريقة التعمل الجهاز الفني أكيد مش سبعة بس الجهاز الفني والإداري والطبي يعني كل دكتور معتني المساعدين جهاز الفني بحوالي 4 أو 5 قالك لأ هما سبعة فالآله بالتأكيد زي ما انتوا عارفين دايما بيتحمل النفقات الزيادة نتيجة طبعا أنه لازم يسافر ويبقى مشتغل على الأمور النجوستية دي بشكل كويس جدا يمكن كاس العالم للأندية الفيفا مزود العدد شوية بيوصله 35 لكن في الكاف بيكتفي بحوالي 25 فرد لذلك الآلي بغض النظر عن كل التفاصيل دي والتضحيات المالية ولكن بيبقى دايما إدارة النادي الآلي حريصة كل الحرص على أن هي تسعد جمهورها فبتتحمل طبعا الأعداد الزائدة من أجل التحضير لهذه المباريات والبطولات الهامة سواء السوبر إفريقي دوري عطال إفريقيا كأس العالم للأندية كمان دخلين على السوبر ليج لمتطلبات ولوايح مختلفة تماما عن البطولات الأخرى فربنا يوفي النادي الآلي إن شاء الله في الفترة القادمة